أصعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 8 شباط فبراير القمر طبعا موجود في برج الثور اليوم هو الآن في موعد بث الحلقة القمر موجود في منزل تثورية مستمر من الصباح ولكن في تمام الساعة 35 دقيقة بتوقيت درينيتش من مساء اليوم الاثنين يعني بعد ساعة 35 دقيقة من بث الحلقة القمر رح ينتقل من منزلة الثرية لمنزلة الدبران وهي منزلة طبعا سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل وأن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها طبعا القمر بما أنه موجود في برج الثور معناته تأثيرات على جميع الأبراج بنأخذ من بعض صفات برج الثور فعشانه في اليوم بنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود الخمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكن شراء عقار ماء أو استئجار عقار أو مثلا التجارة بأمور العقارات وطبعا ممكن برضو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عندنا بداية زاوية جديدة رح تتشكل من الزوايا الوطيئة وهي زاوية رح تكون ما بين عطارد وبلوتو هي زاوية اقتران طبعا هاي الزاوية رح تبدأ اليوم تأثيراتها هي رح تستمر ضروتها يوم 11-2 ولكن رح تستمر تأثيراتها ليوم 14-2 طبعا الزاوية هاي هي فيها نوع من الأنواع الإيجابية فبيزيد من حدة الذهن أو الحدس والقدرة النقدية وبمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزليس إيجابية رح تكون بين المشتري وبين أورانوس هاي الزاوية مستمر تأثيراتها لغاية يوم 5-3 طبعا هاي الزاوية بتعزز لدينا قوة الحدس خصوصا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي اليوم تأثيراتها وبتنتهي اليوم آخر يوم لإلها فهاي بتهيئ بعض الفرص لعلاقات غرامية بصورة مفاجئة وبننظر للحياة بتفاول أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزليس إيجابية بين المريخ وبين المشتري هاي مستمرة لغاية يوم 9-2 طبعا هاي الزاوية بما أنها إيجابية فهي بتخلق جو من التسامح ممكن أن نسامح أشخاص أخطأوا في حقنا أو نمد يد العنب لإلهم وبتدفعنا عن التراجع عن خطأ ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية افتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي رح تظل مستمرة برضو ليوم 9-2 هي بتخلق مصاعب عراقيل بتحتاج منها لبذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها طبعا ما رح نحكي عن تأثيرات الدولية لأنه حكينا عنها يوم أمس أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تثليف إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون منتصف الليلة يعني ليلة الأثنين على الثلاثاء بالضبط الساعة 12 منتصف الليل بتتشكل دروة هاي الزاوية معناته هاي زاوية تأثيراتها من موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح طبعا هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنز الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وتعطي دفعها للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة سبعة صباحا طبعا تأثيراتها من ساعة الفجر الباكر لغاية ساعة تقريبا ما قبل العصر فمن واجه مصاعب وعرقيل بتتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا طبعا ما بجوز الاعتماد على الحضوط فأثناء تشكل هاي الزاوية يعني ما بنا نعتمد على الحضن نهائيا بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للغروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع بين القمر وبين الشمس وهي يعني صار القمر من نصف بدر فعشان هيك نعي دروتها الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعت السلبن على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي من الأيام الماضي كنا نذكرها اليوم هي دروتها طبعا هاي زاوية زاوية تثليت إيجابية بين المريخ وبين أورانوس هاي زاوية مستمر تأثيراتها لغاية يوم 11-2 طبعا ما هي بتكسبنا الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي دروتها الساعة 5-39 دقيقة مساء بتوقيت جرينج تأثيراتها بتبدأ تقريبا من ساعات الظهر وبتستمر لساعات منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانو أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي هي العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة أدم طبعا هاي الأعضاء بما انها أكثر حساسية فلازم نوفر لها العناية الإضافية والاهتمام فيها وإن شعرنا بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية لأنه في زوايا كثير لها علاقة بالتجميل فعشان هيك اليوم إيجابي لعمليات التجميل غير مناسب لازلت الشعر الزائد طبعا عمليات التجميل منها الحقن والجراحة والأمور هاي برضو جيد هذا اليوم لعمليات الجراحية اللي هي طبية لا يوصى بزالة الشعر الزائد يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبخ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب لهذا الأمر ما فيه أي مشاكل طبعا ما أخذ بعين الاعتبار إذا شعرته ببعض الحرارة هي أخذ حبتين بنادول كل ست ساعات بنادول عادي لا الكسترا ولا السوبر ولا الجوينت ولا كله بس بتاخذ بنادول له العادي حبتين كل ست ساعات لا حديث ما تنتهي الاعراض إن شاء الله بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء التسعة واحد بيبدأ فيه تمام الساعة أربع وسبعة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع ثمان أيام في تمام الساعة ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بيصبح تسع أيام نسبة الإضاءة خمسين في المئة أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاشة اثنين طبعا ما زالت منتحسة بنسبة خمسين في المئة القمر في الثور حتى يوم تسعة اثنين سعيد بنسبة خمسة عش في المئة أو طارد في الجدي حتى يوم أرباطاش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المئة الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عش في المئة المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورنص في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية أغلبها بتكون من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن برضو في فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك بطرة غنية يجب توظيفها اجتماعياً ومهنياً وعاطفياً أهم شيء أنك ما تضيع الفرص وضع طابتك الدهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش كل الأمور بوضوح وهدوء وبدون أي انفعالات برج الثورة ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط فعشان هيك بتقدروا تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً الحدوض قوية والنتائج حاسمة فعشان هيك ما في أي شخص يوم بيقدر نفسك فحاول أنك تطوي بعض صفحات الماضي أو المشاكل القديمة اليوم بترتفع عندك المعنويات مجدداً وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم طبعاً أهم شيء بما تحملوا صحتكم القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك هذا الضغط الموجود فبيسود نوع من أنواع الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب أعمالكم لسبب أو لآخر فعشان هيك حول اليوم ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر الفترة هاي فارغة من الطاقة والحظ فلا تراهن عليها برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم أهم شيء أن تحاولوا أن تكونوا مخلصين لصداقاتكم وبعودكم ممكن اليوم تحصدوا تأييد فهذا شيء لا بأس فيه أهم شيء أن تكثفوا الارتباطات باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن تفرح لانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد يهم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم طبعا بتحمل هاي الفترة بعض الضغوط على عدة أصاعدة لأنه الأجواء شوي متوترة بسبب ضغط إلى علاقة إما بالعمل أو بأمور عائلية بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية وضبط عصابك قدر الإمكان اليوم ما في داعي للتهور والمغامرة القمر موجود طبعا في بيت السمعة برج العدراء بيصلكم خبر من بعيد اليوم وبتنجحوا في أمور العلاقة في السفر والاتصالات والامتحانات والمقابلات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخور تجربة جديدة وهاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما تعتبر هاي فترة إيجابية ودعمية بشكل قوي لإلكم مرج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلاة بشراكة أو تعويض ولكن بدك تنتبهوا لصحتكم أو صحت قريب لإلكم ممكن تكون بحاجة إلى الرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد فعشان هيك مفيدة إلى المغامرات أو أنك تغامر بموقعك أو بشغلك فحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تكون بواجباتك بشكل تام مرج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر صار مقابلكم فهو بعطيكو على مستوى الشراكة العاطفية أو شراكة العمل بشيء إيجابي وقوي ولكن بطبيعتكم لأن طاقتكم بتكون ضعيفة بتكو تحافظوا على هدوء أعصابكم ونظرة صوتكم ممكن تكون بعض الضغوط موجودة بتكو تحافظوا من تأزم أي خلافات وحاولوا برضو تكونوا واضحين بكلامكم تفادي لأي سوء تفاهم مرج القوس طبعا القمر موجود في البيت السادس الآن اللي هو الواناقة الصحة والعمل فممكن يتراكم بعض العمل عندكم ولكن أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من هاي العمال فعشان هيك نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ممكن تلاحقك اتصالات كثيرة اليوم أو المسؤوليات عائلية أو مهنية فعشان هيك بدك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك اليوم يعني هي بعض الانشغالات اللي بتكون يا مع مستوى العمل يا الصحة برج الجديد بترغبوا اليوم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فاني اهم اشي انه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي فعشان هيك بدك تتجنب الانتقاد وتسعو لتلطيف الأجواء وتستعيد صفاء ذهنك وتفاضط بمهارة حاول اليوم اتمام الأقود والصفقات التجارية وارغم انه المنزل اللي موجود يطير مناسبة الا انه عندك دعم كبير برج جدا بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية فعشان هيك بتقدر اليوم تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام لمتطلبات العائلة صحيح لاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط والمسئولية كبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بجوز الفشل والفترة هاي تحمل بعض المصاريف العائلية او المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت القمر طبعا صار في البيت الثالث فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات النقاشات الحوارات الامتحانات فهذا يوم مناسب برضو لخروج في نزهة قصيرة ويبرضو بكون لكم نوع من انواع التعاون او التعامل مع اخ او جار بتتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة بالتعبير والوصف اهم اشي حاول انك يعني بتكون جري اذا اليك متطلبات او اليك طلب من احد فاعدي تحدث وما تهاب بدعوك لا تنظيم جدول اعمالك تفادي للإهمال او التفصير او تداخل الاعمال مع بعض هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا